احنا اول معرفنا بقصة الشركة المالية تواصلنا مع استاذ طاع عزت في وقت متأخر النهاردة قبل الحلقة وقلت له احنا عايزين نتكلم ونشرح للناس ونفهم الناس وانا في العادي مش المفوضة طلب ضيف قبلها بتلات اربع ساعات هو راجل كان اكيد عنده التزامات وعنده شغله بس هو يعني الراجل مشكورا جه عشان يشرح لحضراتكم كل التفاصيل الممكنة والاسئلة كمان واجابات هذه الاسئلة اللي حالكم عايزين تسمعوها فانا بشكرك مرة اخرى اذا حبيبي هو موضوع بسرعة بس انا بتشرف بوجودي معاك يا ربي خليك اكيد انا سعيد موجود تسلم لي يا حبيبي طيب بداية عايزين نتعرف على الشركة الالمانية دي يعني من الشركة دي احنا نارضة سمعنا عن شركة هتشتغل في الدوري المصري عايزين نعرف يعني ايه شركة الالمانية طيب احنا قبل من نشوف الصفة بتاعتها الاول هي الشركة دي بتعمليه ايوة هي الشركة دي مش بتنظم دوري هي الشركة دي بتعملك جدولة الكترونية جدولة الكترونية انت بتبقى عندك مبادئ معينة في القرع وفي الجدول على اساسها بتدهلهم وهم بيطبق كل اللي انت بتقوله دوت على السيستم بيدخل بيدخل البيانات دي انا الاول بس واحد واحدة انا بدي لهم ايه انا بدي لهم ايه اول حاجة انت انت النهاردة مفروض ادارة المسابقات او المسؤولين عن المسابقات بيحددوا مبادئ القرع ايه هي مبادئ القرع على سبيل المثال اننا بيالعب مطشين على ملعبي ومطشين بره ملعبي بديهم المواقع الجغرافية للاندية بديهم الملاعب على اساس ان احنا عندنا مثلا اكتر من نادي بيلعب على نفس الملعب صحيح الاندية ديت مينفعش ان كلهم يلعبوا هم في جولة معينة بيجي اقول لهم ان مثلا اندية مثلا على سبيل المثال اهلي زي مالك مدرن اللي هم بيلعبوا في استادة القهرة خمس اندية فدول كلهم لازم يبقى ثلاثة بس منهم هم في الجولة على اساس ان احنا بنلعب لو احنا بنلعب على ثلاثة ايام يبقى كل واحد فيهم بيلعب يوم على الملعب هاي باجي احنا كنا هناك بنقسمها كاتيجرز يعني بنقسم الاندية نفسها فئات بناء على تصنيفات تصنيفات بناء على القوة الجمهورية بناء على الترتيب بتاعها في الدوري للموسم اللي قبله صحيح على اساس ان انت برضو ما تظلمش الاندية الصغيرة يعني الاندية الصغيرة ما ينفعش ان انت تروح تلعبهم مع الاندية كبيرة اربع خمس مطشات وربعات دي بترد على النادي مفهوم الاندية الكبيرة نفس القصة ما تخسرش المطشات الجماهيرية يعني احنا لما نيجي نقول هنا في اصلاع سبيل المسال فمصر انت عندك اندية جماهيرية وفي اندية زاتة مشاهدة تليفزيونية ايوه فانا النهاردة في الجول مثلا بيراميز ده زاتة مشاهدة تليفزيونية تليفزيونية بلدية المحلة او غزل المحلة جماهيري نادي جماهيري صحيح فانا بقول للسيستم دوت ما تلعب ليش انا عايز انا خلاص جبت التو كاتيجري دول او التصنيفين دول بقول له ان انت ما تلعبهم ما تدينيش اكتر من مطشين في جولة واحدة على اساس ان انا اوزع قوة المطشات على الموسم كامل عشان ما يجي ليش جولة فيها مطشات قوية جدا ايوه والجولة الثانية جولة ضعيفة جدا صح فليه لان احنا في الاساس دي النقطة مهمة جدا يعني النهاردة مثلا عندي اهل بيراميز مش شرط يكون في نفس اليوم مثلا زمالك ومصر لا مثلا يعني مش شرطة قوية تسويقيا انا لما خلي بالك من النقطة كريمة انا اللي ما بجي اعمل جدول في عدارة المسابقات انا قبل ما بقعد بقعد مع عطارة التسويق وبقعد مع الناقل الرسمي التلفزيون هيل ليه لان في الاخر احنا بنتكلم ان قرات القرن دي صناعة صح ايوه ده منتج انا العمود الفقري بتاع الصناعة دي دي ادارة المسابقات عشان ادي لك منتج قوي تقدر تنقله بشكل كويس يتيجي ادارة التسويق تقدر تبعه لي بالقيمة ترفع القيمة السوقية للدوري بتاعها هيل فانت لازم كل الشرقاء بتوعك بيشتركوا في المبادئ بتاعة القرع دي او القرع خلصنا كل دوات حطنا رحنا للشركة تعالى احنا عايزين نعمل واحد اتنين ثلاثة هيل يقول لي اديني مبادئ بتاعتك اديتوا المبادئ بتاعتي ييجي بعد كده يتطلع لي حاكتين ممكن يطلع لي ان المبادئ كلها تمشي مع بعضيها ويطلع لي version او يطلع لي اكتر من version وممكن ييجي يقول لي لا فيه conflict السيستم يدي له air في مشكلة هنا اه في مشكلة في مشكلة انا مرة مرة اديته احنا بنقول المبادئ بتاعتنا هي الوشلست الوشلست اللي هي التمني بتاعنا احنا متمنى اه احنا متمنى اه وتعالى شوف السيستم يقولين ايه انا طلع لي بمرة 13 خطأ اه قال لي يعني فيه 13 مشكلة في التمنيات بتاعتك دي اه انت برضو بتبقى عارف ايه الاولويات بتاعتك طب انت ترى تستغنى هو بيجي لك الشركة تقول لك ترى تستغنى عن ايه هولهم طب نشيل دي ونجرب يعني ايه استغنى عندي يعني ايه اللي استغنى عنه مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال ان انا بدل ملعب مطشين اقوية في جولة لعب 3 مطشات مثلا اوكي انا كنت اقيل له مطشين اه او اقيل له 3 مطشات اه ملعبش 3 مطشات اللي هو انه مثلا النهاردة هلعب مطشين في الكهيرة ده الماكسما بتاعي فيقولك مثلا لا معليش خليهم 3 في الكهيرة النهاردة اه مثلا اه فهنا هرجع هنا برضو مثلا للجهات الامنية مثلا وفقه خلاص السيستم بيمشي باجي أقول له خلاص أوكي مفيش مشكلة فهمت ممكن إحنا مثلا بنقول الأساس بتاعنا مطش هوم يعني مطش على ملعبك و مطش بر ملعبك جي قال لك لا دي ما تنفعش بس ممكن يبقى فيه مطشين على ملعبك على ملعبك وراء بعض أو مطشين بر ملعبك وراء بعض فدي تمشي معاك و لا تمشيش أقول لك أوكي معاك ليه لأننا خلي بالك من النقطة أنا قبل ما بعلن الجدول أنا باجي في الإفنت اللي هو الإعلان بتاع الجدول باجي أشرح المبادئ اللي على أساس هتحط الجدول ده تمام خلصنا كل ده تلع لنا فيرجان واحد خلاص أوكي تلع لنا أكتر من فيرجان هنا في حاجتين أنت هتشتغل راندم عشوائي و تطلع الجدول فعليا و لا ممكن تكون فيه ثقة من الأندية في إدارة المسابقات أو في الضبطة و تقول لهم رجعوا أنت المقترحات اللي طلع و اختار واحد و فيه ممكن تعمل قراءة يعني تلع لك ثلاث مقترحات خلاص أنت حطيت عشان تقول أنا بقى العدالة والمساواة والكلام ده كله أنا عندي ثلاث مقترحات السيستم طلحهم بناء على المدخلات اللي أنا أدخلتها بنروح نعمل قراءة على الثلاث مقترحات يعني قراءة على الثلاث مقترحات أنا ما بقى أشعر بقى المقترح الأول الثاني لا 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 أحذر بحث عشان هو يتقال أنه هيبقى فيه قراءة تمام أنا ما فيمتهاج دي هو مفروض السيستم مش يتطلع قراءة صحي السيستم خلال القراءة الوحيدة اللي تطلع لو فيه لو السيستم متطلع لي أكتر من أبشن أنا أختر بينه أه يعني قراءة على الثلاث اقتراحات بكملين كاملين أه مش اللواء مثلا نقول إيه الأهلي يطر هيلعب من الأسبوع الأول الزمائك يلعب من الأسبوع الأول خلاص ده ده كان السيستم حطه كريم خلينا نتفع لحاجة هو إيه الفرق ما بين القراءة المانيول والسيستم هو هي هي بالزبط ولكن أنت بتتفادق أخطاء البشر والسرعة في الأداء وبتحقق أكثر عدلة ممكنة أكثر عدلة ممكنة من وجهة نظرك طبعا والنقطة التانية الأخيرة أن أنت ما بيبقاش الموضوع مربوط بشخص يعني أنا النهاردة جيت كنت شغال في الأمراض قدمت ستالتي طب الدنيا تقع لأ في سيستم شغال بنفس المبادئ وفيه سطافها حطوا المبادئ ديات بنائنا على برضو اجتماعاتهم مع الجهات المشتركة إديها للشركة طلعت جدول تمام فالموضوع بقى الشخص المسؤول عن المسابقات مش هو اللي بتحكم في كل حاجة هو في الآخر خلينا نتفع على حاجة الشخص اللي بتحكم المسؤول عن المسابقات مهم طبعا مهم جدا وفي السيستم مهم جدا آه دي نقطة مهمة مهم جدا عشان ده سؤال الناس بتسألوه يعني هلولك بصراحة براحت يعني هو الكابتال عامل حسين هيكمل ولا مش هيكمل سواء بقى الكابتال عامل حسين كمل أو ما كملش كده كده لازم في لجنة مسابقات بزبط يعني الكلام ده خلينا نبعد عن المسابقات بقى بعيد عن المسابقات بس أنا بكلم عن عامل حسين عشان هو آخر واحد المسؤول عن المسابقات هو أهم شخص لأن في الآخر مين اللي هيدي الشركة البيانات أو المعلومات لازم يكون واحد فني يفهم صحيح فدي النقطة لازم يكون فيه واحد هيتواصل مع مثلا الشركة المتحدة أو القناة النقلة قناة أون أو الجهات الأمنية علشان يحطوا نفس اللي كان هو بيعمله وهو بيعمل القرع اليدوية أو المانويل هو هو اللي هيعمله علشان يديهم المبادئ اللي يديها للشركة عشان تطلحولك إلكتروني طب لما الشركة تطلع بقى دورها انتهى دور لا الشركة دورها انتهى طب دور لجنة المسابقات ايه طيب أكبر مشكلة هنا أن كل الناس ربطة لجنة المسابقات وإدارة المسابقات بالجدول أيها صح ده مش موجود أدارة المسابقات لو هنتكلم على إدارة المسابقات في أي حتة في العالم هي مسؤولة عن اللوايح تطبيق اللوايح متابعة المباريات تعيين المرأبين تدريب المرأبين تطوير المرأبين اجتماعات دورية مع الأندية ورش عمل في الأمور التنظيمية بيشتغل على خلينا برضو هنا شوية الموضوع انه في لايحة مسابقات لا هو بره في لايحة مسابقات لايحة استداد في لايحة ترخيص في لايحة إعلام في لايحة معدات فالموضوع مش مش مجرد جدول مش مجرد جدول ترجمة نانسي قنقر